معنا من القاهرة نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الأستاذ مجدي صبحي مرحبا بك يا مانا سيد مجدي السماح من جديد بتحويل المستثمرين عوائد بيع شهادات الإيداع الدولية في الخارج بالدولار داخل مصر ما هي دوافع اتخاذ هذا القرار وكذلك تأثيراته المحتملة الدفع الرئيسي بالطبع هو الاطبع نسبيا إلى وجود احتياطيات كافية لدى البنك البركزي بالنقد الأجنبي وتضفق النقد الأجنبي أو تسارع وتضفق النقد الأجنبي على مصر خلال الفترة الماضية لا سيما على خلفية بدء ارتفاع ولو محدود في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار مما يؤدي إلى التحول للجنيه المصري أو للوداع بالجنيه المصري باعتبار أن الدولار يمكن أن ينخفض أكثر في المستقبل أعتقد أن هذا يعزز أكثر من موقف الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى مصر ويعزز أيضا من تضفق النقد الأجنبي على المؤسسات المالية وخاصة المصارف المصرية كذلك هناك انقفاض في قيمة العجز في الميزان التجاري لشهر مايو 2017 عن مقابله في العام الماضي برأيك أسباب هذا العجز وانعكاساته على الميزانية بشكل عام كيف ستكون؟ أعتقد أن هذا استمرار في الحقيقة لما هو مسجل منذ بداية العام من انقفاض سريع نسبيا في العجز في الميزان التجاري أيضا على خلفية الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار نحن نعرف أن سعر صرف الدولار وصل ربما إلى أقصى خلال شهر مايو الماضي وبالتالي زادت أسعار الواردات مما يؤدي إلى تخفيض نسبة الواردات من الخارج الواردات انخفضت بنسبة 26% في مايو من هذا العام مقارنة بالعام الماضي وأيضا انخفاض قيمة الجنيه المصري تدفع نحو وجود قدرات تنفسية على الصدرات المصرية في الخارج ولذلك شاهدنا ارتفاعا بمقدار يصل إلى نحو 7-9% من قيمة الصدرات في شهر مايو من هذا العام وقالنة بالعام الماضي وبالتالي ارتفاع الصدرات وانخفاض الواردات أدى إلى تقلص كبير في عجز ميزان المدفوعات وأعتقد أن هذا المستوى من الانخفاض أكثر من 40% ومستمر منذ بداية العام وإذا استمر حتى نهاية العام سنكون أكبر انخفاض في عجز الميزان التجاري المصري على مدى السنوات العشر الماضية شكرا جزيلا لك على أستاذ مكدي الصبحي نائم مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والسراتيجية شكرا لك